كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استثمر عقلك شلال دموي بالأسواق قبوط جماعي لكن ارتداد قوي هل يمكن البناء على هالارتداد أو ممكن استياد فقط صفقات شورت كل هذا رح نجاوب عليه بالفيديو إذا أول مرة تشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة فعل زر جلس حتى يوصلك كل جديد ما رح أحكي لك صديقي أنه حزرنا حيب السابق لأنه هالكلام كتير حكينا رح أحكي لك بس عن هاي الصورة داخل الفيديو هي لحال الصورة بتتحدث عن محتوى الفيديو أكيد أنت شايف هالسيناريو تشايفه بكل فيديوهاتي للأسف أصدقاء كان أنا عندي أوردر بمناطق 60200 للأسف ما تفعل الأوردر هذا الأوردر أنا خبرتك عليه بالسابق بأكتر من مرة للأسف ما تفعل عندي بعض المنصات وصل البيتكوين أسفل مناطق الـ 60600 لكن المنصة اللي بيشتغل عليها أنا للأسف ما وصل إلى مناطق الـ 60200 البيتكوين أمر مهم جدا لازم تركز عليه خلينا نحكي عن سبب في تسارع الهبوط سبب في تسارع الهبوط هو أخبار هامة جدا قادمة من إيران بتقول أنه إطلاق أربع دفعات من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل هلا بحسب منصة IG Group بتقول أنه داو جونز انخفض بأكتر من 500 نقطة ما بنقدر نحن نتأكد من صحة هالبيانات لأنه الأسواق مقفلة لكن لازم تركز على التصعيد بالشرق الأوسط هل رح يستمر التصعيد ولا ممكن تهدأ لا سيما أنه شفنا خبر عاجل نقلنا على قناة التليجرام أنه البعث الإيرانية في القوام المتحدة بتحكي عن انتهاء الرد الإيراني تسارع الهبوط هذا جاء بالتأكيد بسبب أخبار الحرب لكن البيتكوين سابقا أظهرت الضعف بهاي المناطق أظهرت الضعف بمناطق 67 ألف خبرتكن أنا الأوردر يعني عند مناطق الـ 64500 ما رح أخرج منه إلا إذا ضرب لي وقف الخسارة عند الدخول للأسف أخرجني أنا بصفقتي عند مناطق الـ 64500 عند الدخول وما أخدي الأوردر عن مناطق الـ 62200 أفضل انتظار بهالوقت وما ضرب على البيتكوين إلا من مناطق يلي حددتها أفضل أنا الالتفات إلى العملات البديلة أشعر فيها فرص مضاربة أفضل لا سيما أنه استحواز البيتكوين على الأسواق وصلنا إلى منطقة مهمة 57 وهذا بالتالي يعمل نزيف جدا قوي بالعملات البديلة أغلب العملات البديلة عاملة هبوط جدا قوي وتعتبر فرصة أفضل من البيتكوين في المنطقة الحالية كيف رح تتعامل مع البيتكوين خليني خبرك ببساطة حاليا البيتكوين عم يختبر منطقة مهمة لحنا على بعد نصف ساعة فقط من الإغلاق الأسبوعي استقرار البيتكوين على مناطق تقريبا الـ 65500 يلي اختبره في هالمنطقة عاد اختباره في هالمنطقة هاي وبعدها كسره بقوة استقرار البيتكوين على هالمنطقة هاي رح يعطينا زخم وممكن نحكي أنه هاي أولى الإشارات لانتهاء الهبوط استقراره على هالمنطقة هاي أما في حال شفنا حاليا إعادة اختبار لمناطق الـ 62500 وشفنا شمعة صعودية شمعة ارتدادية ترك ديل بالأسفل وجسم الشمعة أخضر ممكن نحكي أنه هي إعادة اختبار ناجحة لمستويات 62500 ممكن تدخل والستوبلوز بالأسفل غير هيك أصدقاء أي أقفال بشمعات سلبية عند مناطق الـ 62500 ممكن نحكي عن زيارة مناطق الـ 60200 إلى الآن الارتداد جيد رح شوف أنا كيف رح يتعامل بيتكوين مع مناطق الـ 64800 إلى مناطق الـ 65500 وممكن نراقب أي إعادة اختبار لهالمنطقة هاي في حيث الأشخاص اللي ما حصلوا على فرصة شراء إذا كان إعادة الاختبار ناجح ممكن البناء عليه وإذا كان الإعادة الاختبار فاشل ممكن تنتظر مستويات بالأسفل هيك وصل نهاية الفيديو أتمنى أن العجابك خاني أنتقل للفيديو الناضح حتى نلعلم إسماء ربحين مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو أصدقائي اللي عملنا يوم أمس رح ناخد رابط الفيديو ونتوجه لموقعنا يلي بناخد منه التعليقات بشكل عشوائي رح نشير التعليقات متكررة خلينا نشوف كم شخص مشارك معنا ضمن التعليقات عنا تقريبا 51 تعليق خلينا نقول باسم الله وناخد معنا اسم الرابح شكرا جدا لتفاعلكون هذا هو اسم الرابح أتوقع هذا الشخص ربح معنا بجائزة قبل هيك مشان هيك رح نمنح مزيد من الفرص للأشخاص المشاركين معنا باعتذر إذا أي شخص طلع اسمه بأكتر من فيديو رح ناخد اسم شخص تاني هذا هو معرف شخص أتوقع هذا ما طلع اسمه إذا شاف اسمه أتوقع يتواصل معي على التليجرام إذن أي شخص بيطلع اسمه أصدقاء من الأفضل نترك فرصة للأشخاص الجديدين معنا الأشخاص اللي بيطلع اسمه لأول مرة إلى لقاء أصدقاء فيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة